اشتركوا في القناة والطورات الحاصلة بالمنطقة والتحديات التي نواجهها جميعا دعتني لان اقف بين ايديكم واتحدث معكم بكل وضوح وصراحة فانتم مصدر الشرعية لكل هذه الدولة ومؤسساتها تعطونها لمن تشاءون وتمنعونها ممن تشاءون وقد قدمتم التضحيات الجسام من اجل ان تملكوا قراركم وتأخذوا حرياتكم وتقرروا عبر صناديق الاختراء ما ترونه مناسبا لكم ولمستقبل بلدكم ايها الاخوة والاخوات ان الظروف الصعبة التي مر بها العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري المقبور وانهيار الدولة ومؤسساتها وانعدام السلطة وانتشار العنف وغياب القانون وتصاعد سطوة الميليشيات والمسلحين والارهابيين والقاعدة والتكفيريين وكل الذين لا يريدون لبلدنا الخير والنهوض كل ذلك وضعنا على حافة الحرب الاهلية التي انقذنا الله منها بفضل وعيكم وتكاتفكم ووحدة كلمتكم وما قدمته قواتكم المسلحة من تضحيات كبيرة يجب ان نقف جميعا اجلالا واحتراما لها ان تلك الظروف الصعبة التي تتذكرونها جميعا لم تسمح لنا بالشروع في عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي ولم تدع مجالا للانطلاق في عملية نهضة واعمار وتنمية حقيقية كنا نخطط لها منذ البداية الا في وقت متأخر ربما يمكن تحديده مع عام 2008 حيث بدأ العالم يقبل علينا واخذت الشركات تدخل سوقنا وقد حققنا خلال هذه الفترة رغم ما شابها من اخطاء وقلة خبرة في بعض المؤسسات وبعض التشريعات التي لم تطلق عملية الاعمار والبناء لكننا حققنا الكثير من القضايا المهمة وكل امل بان المستقبل امامنا زاهر وان بلادنا تشهد نهضة حقيقية على مختلف الصعود مع ظهور علامات الاستقرار السياسي والامني الذي بدأ يلوح في البلاد وهذا ما تؤكده شهادات عالمية ومراكز دولية معتبرة اننا تسلمنا البلاد من البعث المقبور ولم تكن مخدومة حتى بالمياه الصالحة للشرب الا بنسبة 30% وقد اوصلناها الان الى اكثر من 70% وعلينا ان نقطع الاشواط المتبقية لتقديم هذه الخدمة الحيوية الضرورية اما خدمات الصرف الصحي وشبكة المجاري لم تكن اكثر من 6% وبعد كل هذه الجهود اوصلناها الى 36% وليعلم الجميع كيف كانت تبذر اموال العراق وكيف كانت تدار الدولة من قبل هذا الحزب المقبور اما انتاج الطاقة الكهربائية كنا ننتج 3500 ميجاوات فقط والان 7500 ميجاوات ولم يحدث التحسن المطلوب لان استهلاكنا تضاعف بشكل كبير ونأمل ان نصل الى حد الاكتفاء بعد 15 شهرا باذن الله وغير ذلك من امور لا اجد مجالا للحديث عنها لكنها انعكست عبر معاناتكم وعبر طلباتكم وعبر الانفتاح الذي بين الحكومة والشعب لقد انعكست هذه الطلبات في الموازنة العامة التي اعدتها الحكومة وصادق عليها البرلمان قبل ايام والتي سيحدثكم عنها السيد وزير المالية والتي اخذت مجالا للمطالبات التي ناديتم بها في مجال ايجاد فرص العمل وخفض البطالة واطلاق التعينات وتعديل الرواتب بما يقلص الفجوة بين رواتب كبار المسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة من جهة وباقي موظفي الدولة من جهة اخرى وذلك من خلال مشروع قانون قدمته الحكومة الى مجلس النواب الموقر ان مكافحة الفساد وملاحقة سارقي قوت العراقيين مستمرة وستستمر بوتيرة اعلى وعبر منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين لان الفساد هو عديل الارهاب وهما وجهان لعملة واحدة وكذلك انشأنا المؤسسات التي اسست لهذا الغرب وكنا دائما وسنبقى نعطيها كل وسائل الدعم من اجل انجاز مهمتها والضرب على يد المفسدين وانني ادعو بهذه المناسبة جميع افراد الشعب ومنظمات المجتمع المدني الى التعاون معنا في هذا المجال وعدم التراخي في الاخبار عن اي ظاهرة تؤشر على الفساد يصادفونها في دوائر الدولة مع ضرورة التحقق من ذلك ومراعاة كرامة الافراد وسمعتهم كي لا يختلط الحابل بالنابل كما ادعو الجهاز القضائي المحترم ان يزيد من فاعليته في هذا المجال لان الفساد لا يقل عن الارهاب في مستوى تهديده لتقدم البلدان وازدهارها ولقد تقدمنا بهذا المجال خطوات كبيرة اوقفت الكثير من الهدر للمال العام كما اولت الميزانية البطاقة التمويلية اهتماما خاصا ووضعت لها التخصيصات الكافية ولأول مرة يحصل ان تخصص لها المالية المطلوبة وكذلك وضعت لها التدابير الادارية التي جعلتنا قادرين على اعطاء الوعد الصادق بانتهاء ازمة موادها خلال فترة لا تتجاوز الشهر والشهرين القادمين ايها الاخوة والاخوات ان معاناة المواطنين وحاجتهم الى الخدمات وكذلك الاصلاحات الاخرى لا يستطيع احد النكرانها او التقليل من شأنها وانا شخصيا اعتبر ذلك ليس فقط مشروعا وانما يمثل في بعض الاحيان الحد الادنى مما يجب ان يحصل عليه المواطن من حياة كريمة وعزيزة ولكننا وبناء على ما لدينا من معلومات مؤكدة وادلة دامغة ربما لا تخفى على الكثير منكم ان هناك جهات معروفة لديكم ممن كانوا هم السبب الرئيسي لهذا الحرمان والتدهور الذي نعيشه يحاولون اليوم القفز على هذه المطالب المشروعة للشعب وتوجيهها الى جهة اخرى انتم لا تريدونها بكل تأكيد ان الذين يفكرون بعودة البعث السابق والايام السوداء والمقابر الجماعية والاسلحة الكيميائية ومصادرة الحريات تلك الحقبة السوداء من تاريخ العراق يقف معهم الارهابيون والقاعدة وغيرهم ممن لا يريدون لبلدنا الخير ستجدونهم ربما اعلى صوتا منكم واكثر حماسا للمطالبة بكل ما من شأنه اشاعة الفوضى والاخلال بالنظام العام وتعريض مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة للخطر في محاولة للانقضاء على كل ما حققناه من مكتسبات في حياة ديمقراطية وانتخابات حرة وتبادل سلمي للسلطة واطلاق للحريات انهم بكل صراحة يخط طول لكي يستفيدوا من مظاهرة يوم غد لاغراضهم الخاصة وطبقا للشواهد والادلة والمعلومات التي ناقشها اجتماع يوم امس الذي حضره فخامة السيد رئيس الجمهورية وقيادات الكتل السياسية الذين كلفوني بضرورة وضع هذه الحقائق امامكم واكدوا جميعا ضرورة اخذ الحيطة والحضر مع احتفاظكم بحقكم بالتظاهر متى شئتم وفي اي مكان تريدون وواجب الحكومة بل والدولة عموما بكل مؤسساتها ليس فقط حمايتكم بل والاستماع لصوتكم ومعالجة مشاكلكم وهذا ايضا الحذر والحيطة والابتعاد عن هذه المشاركة ما نبهت اليه المرجعيات الدينية وحذرت منه الزعامات والشخصيات الاجتماعية التي تحرص على سلامة العراق والعراقيين وتسعى الى تقدمه وازدهاره لذا انني اؤكد مرة اخرى على حقكم بالتعبير عن رأيكم ورفع صوتكم بالاحتجاج او الاعتراض على كل ما تشخصونه من خطأ او خلل ولكن مع مراعاة النظام العام ومصلحة البلاد وعدم الاضرار بالامن والاستقرار لذا ادعوكم ايها الاخوة والاخوات يا ابناء العشائر يا ايها الاخوة في منظمات المجتمع المدني والنقابات والمؤسسات والعلماء والادباء والمفكرين والمعلمين والمهندسين والمحامين والاطباء والعمال والفلاحين ادعوكم من موقع الحرص وادعو جميع الاخوات التي يحرصن على سلامة بلدهن من الفوضى الى ضرورة اجهاد مخططات اعداء الحرية والديمقراطية وعدم المشاركة بمظاهرة الغد لانها مريبة وفيها احياء لصوت الذين دمروا العراق واسقطوا سيادته ودمروا مؤسساته واشعوا القتل والفساد وهذا لا يعني ابدا حرمانكم من حق المظاهرات المعدرة عن المطالب الحقة والمشروعة ويمكنكم اخراج هذه المظاهرات في اي مكان او زمان تريدونه انتم خارج مكان وزمان مظاهرة خلفها الصداميون والارهابيون والقاعدة واحذركم ايها الاخوة والاخوات من مخططاتهم التي تهدف الى حرف المسيرات والمظاهرات السلمية لتتحول الى مظاهرات قتل وشغب وتخريب واشعال فتنة قد يصعب السيطرة عليها من خلال التفجيرات والاحزم الناسفة والقصف الاشوائي ومحاولات اثارة الفتنة مع رجال الامن ادعوكم ان تستغلوا هذه الفرصة وتستثمر الحريات والديمقراطية وتعبروا عن رأيكم لانه قطعا يأخذ طريقه الى مؤسسات وقرارات الحكومة والدولة ارجوكم ان تعوا لحقيقة الاخطار التي قد تتسبب بها مظاهرة خلفها من لا يؤمن بالديمقراطية والحرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة